لا يبدو أن مجريات الأحداث في نوى غرب درعا بشكل خاص وعموم المحافظة بشكل عام تسير نحو تهدئة وانتهاء للقصف وعمليات الاغتيال بحق عناصر ميليشيا أسد على الرغم من انتهاء الميليشيا من إبرام اتفاقيات ما تسمى بالتسوية مقتل عنصرين من ميليشيا الفرقة التاسعة بميليشيا أسد والعثور على جثتيهما وسط مدينة نوى بعد يوم دام عاشته المدينة استهدفت خلاله ميليشيا أسد نوى باثني عشر قذيفة مدفعية تزامنا مع عودة الطلاب والموظفين إلى منازلهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم معلم وشابة من أبناء نوى فضلا عن جرح تسعة آخرين قصف ميليشيا أسد على مدينة نواجاء عقب مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف مجهولين سيارة عسكرية كانت تقلهم على طريق نوى الشيخ سعد إذ إن الميليشيا لا تزال تتبع سياستها الانتقامية المعهودة من المدنيين والرد بقتلهم إثر كل استهداف لعناصرها رد ميليشيات أسد لم يقتصر على قصف نوى وقتل وجرح عدد من سكانها بل إن الميليشيا شنت حملة دهم واختطاف واسعة في المنطقة الواصلة بين نوى والشيخ سعد اختطفت فيها أكثر من عشرين شابا من أبناء المنطقة مراقبون يرون أن المنطقة ستشهد استمرارا للتوتر وعدم الاستقرار في ظل ممارسات ميليشيات أسد التعسفية واستمرارها بحملات الدهم والاعتقالات بحق شبان درعا وسعيها الدؤوب إلى إخماد شعلة مهد الثورة السورية والانتقام من أهلها ايغا